مشاهدين وللحديث عن تهديد السلطات في محافظة الأنبار بهدم منازل منطقة الطاش في الأنبار ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي العراقي الأستاذ عبدالقادر النايل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله يعني هل فعلاً السلطات في محافظة الأنبار تريد الاستحواذ على منازل سكان الطاش بحجة وذريعة بناء طريق جديدة في هذه المنطقة ما يجري في منطقة الطاش هي جريمة إنسانية تستهدف هذه العوائل يعني سبعين عائلة مهددة بهدم منازلهم وهم تلكات شخصية وبالتالي ما يجري هو تغيير مسار الطريق ولا هناك أي داعي لتغيير هذا المسار المرسوم سابقاً والذي هو نفذ في الفلوجة ومناطق أخرى فضلاً على أن هذا الطريق أخذ من أراضيهم الزراعية لكنه لا يستهدف منازلهم اليوم تغيير مسار الطريق حقيقة هو فعل طمع محافظ الأنبار الحالي وبعض وجهات العشائر في منطقة الملعب والطاش للاستيلاء على هذه المناطق وتهجير أهلها من أجل بناء حول الطريق مراكز تجارية هم يستفيدون منها مالياً وبالتالي هذا هو الطمع الحقيقي للسلطات الحكومية في المحافظة لأراضي هؤلاء ومنازلهم وإلا فإن الطريق الموجود أو الطريق المرسوم ما بين الطاش الأولى والطاش الثانية يفي بالغرض ولا يوجد هناك أي مبرر لنقل هذا الطريق بهذه الطريقة إذن ليست هناك فائدة مرجوة من إنشاء طريق جديدة في منطقة الطاش يقابل أو يعني يوازي رني الأهالي أو طردهم في العراء ما يوجد هناك هو الطمع التجاري والمالي لأن حقيقة المحافظ الحالي هو يستحوذ على كثير من الأراضي وبالتالي يتخير الأراضي التي يمكن من خلالها أن يأخذها لنفسه أو لمن يشاركهم في بناء مكاتب أو مراكز تجارية وبالتالي القضية قضية تجارية لا تتعلق بطريق أن الطريق يحتاج هذه الأراضي لأن الطريق مرسوم منذ عام 2012 الطريق الحولي وبالتالي هذا الطريق المرسوم والمعد له الخرائط لا يستهدف هذه المناطق بالمطلق ولا يوجد هناك أي داعي لاستهداف هذه المناطق وبالتالي ما يحدث على أهل الطاش وعلى السبعين عائلة الكريمة هي جريمة واستهداف وعمل عدواني ينبغي أن لا يتركوا هؤلاء وهنا نداؤنا إلى أهل الرمادي الكرام أن يكون لديهم موقفاً إيجابياً لأن القضية أصبحت تستهدف كرامة المواطن وكرامة هؤلاء من كرامة أهل الرمادي وبالتالي ينبغي إيقاف هؤلاء الطامعين بالأراضي الذين حقيقة يريدون الاستحواذ عليها بداع التجارة هم وبعض هؤلاء الزعامات العشارية في العادة عندما يتم شق الطرق وإنشاء الجسور في المناطق السكنية يتم تعويض المواطنين بمبالغ مالية توازي أخذ منازلهم ولكن هنا الخبر طرد المواطنين من البيوت هذا حقيقة هو هذه الجريمة التي نتكلم عنها لأن هؤلاء لا يأبهون إلى كرامة المواطن الأنباري وبالتالي هم يتركونهم فضلاً على أن الدعاءاتهم بأنهم سيحاولون تعويض هؤلاء لها ليكذوبة لأنه لا ينبغي هدم المنازل إذا كان هناك تعويض حقيقي أو قضية اضطرار لهذا الطريق الذي لا يوجد هناك أي اضطرار كان يفترض أن يتم تعويضهم أولاً وبناء منازلهم ومن ثم الانتقال إلى المنازل الجديدة حتى يبدأ بالعمل لا يوجد هناك أي دائع حتى أن الرمادي أو الأنبار ليست مضطرة لهذا الطريق إلى هذه الدرجة لأن الطريق بالقرب من طريق ستين الحولي الذي يربط مدينة الرمادي بجامعة الأنبار وهذا الطريق وبمنطقة التأميم وهذا الطريق يفي الآن وهو المستخدم وبالتالي الطريق الجديد حقيقة ليس طريقاً يمكن أن يعتمد عليه لأننا لسنا أمام حركة مسافرين كبيرة يمكن أن يستخدم هذا الطريق وبالتأكيد هناك أولويات أخرى في محافظة الأنبار بعد الدمار الذي لحقها في ضوء ما يجري في الأنبار اليوم من استيلاء جهات سياسية على مناطق وأراضي في القرمة الفلاحات في الفلوجة هناك من يتحدث عن أن ما يحدث فطاش هو استكمال لهذا السيناريو بالتأكيد لأن استهداف العشائر وأراضيها ومنازل الناس وكرامتهم بهذه الطريقة يؤكد على أن هؤلاء يريدون غسل أموالهم التي سرقوها ولا يستطيعون إخراجها خارج العراق وبالتالي هذه السرقات المالية يتم تعويضها من خلال الاستلاء على هذه الأراضي وبناء مراكز تجارية بداع الاستثمار أما بأسمائهم أو أسماء عوائلهم أو شركائهم وبالتالي يتم صرف هذه الأموال بدل تحويلها خارج العراق وغسيل أموال ويضطرون إلى فقدان ربما ثلث هذه الأموال حتى تصل إليهم وبالتالي يبنون على هذه الأراضي المقتصبة وبالتالي يحاولون هذه الأموال إلى مراكز تجارية لذلك ما يحدث حقيقة هو مرتبط بهذا السيناريو الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى عملية التجارة والابتزاز المالي وغسيل الأموال ومن ثم القضية الثانية لاستيلاء على أراضي العشائر وبالذلك حقيقة ينبغي أن يكون هناك موقفا واضحا تماما وأدعو العشائر المحيطة في منطقة الطاش أن يكون لها دورا حقيقيا في إيقاف هؤلاء الطامعين الغادرين من الاستهانة بكرامة تلك العوائل الكريمة في منطقة الطاش وهنا أكرر على أن الطريق المرسوم منذ 2012 في الرمادي والخرائط ممتلكها هذا الطريق الحولي الذي هو طريق مئة بعيد كل البعد عن هذه المنازل وجرى عملية تحويله لأنهم يطمعون بهذه الأراضي التي تسكنها تلك العوائل الكريمة طيب هنا يعني ماذا لو استمرت في مثل هذه الممارسات في الأنبار واستمر طرد المواطنين من منازلهم في الوقت الذي لا زال الآلاف نازحين ولم يعودوا أصلا إلى مناطقهم يعني النزوح جديد خلنقول بالتأكيد هو نزوح جديد وهو استهداف لكرامة المواطن الأنباري وهؤلاء يعني حقيقة المحافظ الحالي وإدارته يختبرون صبر الأنبار لأن هؤلاء حقيقة قد تجاوزوا جميع الخطوط الحمراء في إهانتهم للعشائر وفي إهانتهم للعوائل الكريمة وفي الاستيلاء على أراضيهم وتهجيرهم لأن هؤلاء حقيقة لم يمتلكوا ذرة من المفهوم الإنساني في مساعدة النازحين الموجودين في الخيم داخل محافظة الأنبار فكيف لهم أن يغيثوا هؤلاء أو يساعدوهم لذلك حقيقة القضية واضحة ومعلومة تماما هو استهداف وبرمج وبالتالي هذه القضية كما تعلم يرتاح عليها الميليشيات وإيران في التغييرات لأنهم يستفادون من إخراج أي جزء من محافظة الأنبار كان صغيرا أو كبيرا من هذه العشائر لأنهم في القضية الأخيرة هم يستولون أيضا الميليشيات المحسوبة على إيران على أراضي في الأنبار ويسعون إلى تغييرات ديمغرافية وبالأمس القريب دخلوا إلى منطقة الرحالية بعمق خمسة كيلومتر أي بمئات الدوانم العتبات الكربلائية قد دخلت في محافظة الأنبار دون أن يحركون ساكنا هؤلاء المسؤولين والذين يتحملون المسؤولية الكاملة بالتواطع على تسليم أراضي الأنبار من أجل محافظة على مكتسباتهم السياسية لذلك حقيقة الأنبار تتعرض إلى نازلة حقيقية في استهداف أراضيها داخليا وخارجيا وبالتالي هؤلاء حقيقة يعاونون المستهدفون الخارجيون وهنا أقصد بالتحديد السلطات المحلية في مقدمتهم محافظة الأنبار وعلى رأسهم قائم مقام الرمادي الذين يتحملون كافة المسؤولية عما يجري في قضاء الرمادي حاليا ولا سيما في منطقة الطاش الأستاذ عبدالقادر النايل الكاتب والمحل الأسياسي العراقي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك